بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنسيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى النذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبشرون وسباء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالعيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآتارهم وكل شيء نحسيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء أهل مرسلون إذا أرسلنا إليه متنين فكذبوهما فعززنا بتالت فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما آتم إلا بشر مثلنا فما آزل الرحمن من شيء إن آتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تاتهوا لنرجمنكم لليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائرتم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقسى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفيه ضلال مبين إني آمات بربدكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين فما أنزلنا على قومه من بعده من جنذ من السماء وما كنا موسلين إيا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم نهلكنا قبلهم من القرون يدنهم إليهم لا يرجعون وإيه كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلغ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العسيس العليم والقمر قدرناه مناسل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وذا الليل سابق النهار وكل في فلق يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم لهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رسقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنضعم من لو يشاء الله أضعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيحة واحدة تأخذهم لهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون فنفق في السول فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل يفاكفون هم وأسواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما ينذعون سلام قولا من رب رحيم وامتاس اليوم أيها المجربون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظلميكم جبلنا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهدنا من التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم نتكلمنا أيديهم نتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لضمسنا على أعينهم فاستبقوا الشراط فأدنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليوذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينشرون لا يستطيعون نشرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلدون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل ليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقذون أوليس الذي خلق السماوات بل الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات النجمام والحب ذو العشف والريحان خلق الإنسان من صلصاليك الفخار وخلق الجن من مارج من نار فبيني آلاء ربهما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبيني آلاء ربهما تكذبان مرد البحرين يلتقيان بينهما برسق لا يبغيان فبيني آلاء ربهما تكذبان يخرج منهما اللولو والمرجان فبيني آلاء ربهما تكذبان وله الجبال المواشآت في البحر كالأعلام فبيني آلاء ربهما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربهما ذو الجلال والإكرام فبيني آلاء ربهما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبيني آلاء ربهما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبيني آلاء ربهما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم لا تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبيني آلاء ربهما تكذبان يرسل عليكما شهاد من نار ونحاس فلا تنتصران فبيني آلاء ربهما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت ضردتا كذبان فبيني آلاء ربهما تكذبان فيومئذ لا يسال عاذا به إنس ولا جان فبيني آلاء ربهما تكذبان يعرف المجرمون بسيماكم فيوخذ بالنواصي والأقدام فبيني آلاء ربهما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبيني آلاء ربهما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبيني آلاء ربهما تكذبان دواتا أفنان فبيني آلاء ربهما تكذبان فيهما عينان تجريان فبيني آلاء ربهما تكذبان فيهما من كل فاكهة سوجان فبيني آلاء ربهما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبيني آلاء ربهما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنسوا قبلهم لاجان فبيني آلاء ربهما تكذبان كأنهن اليعقوت والمرجان فبيني آلاء ربهما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبيني آلاء ربهما تكذبان ومن دونهما جنتان فبيني آلاء ربهما تكذبان مدهمتان فبيني آلاء ربهما تكذبان فيهما عينان أو ضاختان فبيني آلاء ربهما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبيني آلاء ربهما تكذبان فيهن خيرات حسان فبيني آلاء ربهما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبيني آلاء ربهما تكذبان لم يطمثهن إنسوا قبلهم لاجان فبيني آلاء ربهما تكذبان متكين على رفرف خضر وأبقري حسان فبيني آلاء ربهما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كذبا خافذة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكان ذهباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وغليل من الآخرين على سرر موضونا متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم إلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يسنعون عنها ولا ينزفون ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشنهون وحور عين كأمثال الأولي المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخفود وطلح موضود وظل مبدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا آشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكرا عربا أترابا ليصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سوم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مدرفين وكانوا يسرون على الحيث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظابا أئنا لمبعوثون أبا أباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون أباؤنا المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب اليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تسندقون أفرأيتم ما تمنون أأتم تغلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحر بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم من نشيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأتم تسرعونه أم نحن السارعون لو نشاء نجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغربون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأتم نازلتمه من المسل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأتم ناشئة شجرتها أم نحن المنزلون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رسقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون فأتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليهميكم لكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين فرجعوا لها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لها من أصحاب اليمين فأما إن كان من المكذبين الظالمين فرسل من حميب وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سبابات يطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر هل ترى من فتور ثم رجع البشر كرتين يوطلب إليك البشر خاسيا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور فكادوا تميزوا من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خسنتها ألم يأتكم نذين قالوا بلى قد جاءنا نذين فكذبنا وقلنا ما ننسل الله من شيء إن آتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أشحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فسحقا ليشحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبجهروب إنه عليم بذات السدون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور فأميتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أميتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذين ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكين أولم يروا إلى الطيد فوقهم سافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرون أمن هذا الذي يرزقكم من النمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفون أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على شراط مستقيم قل هو الذي آشاكم وجعل لكم السمع والأبسار والنفئدا قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تندعون قل أرأيتم إن هلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب نليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بي حسنين بك